البطولة تكسل عالم للأندية اللي كان يفترض انها تقام الصيف اللي جاي ده صيف 2021 كانت البطولة بالنسخة الجديدة اللي هي فيها 24 نادي سبحان الله بما كرونة اجلت اليورو اللي هي ده كأس الأمم الأوروبية وكوبا اللي بارتادوس اجلت لكوبا أمريكا اللي هي كأس أمريكا الجنوبية للأمم اتأجلت برضو للصيف الجاي فما اش ينفع هتعمل في الصيف كأس العالم الأندي ازاي المنتخبات دي كلها هتلعب وهتعمل كأس العالم للأندية فإذا قرروا ان يتأجل فكرة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد الى 2023 لو كانت النظام الجديد ده كان عند أفريقيا ثلاثة ولو ان التوزيعة في الـ 24 دول غير عادلة برضو عشان ممكن الناس مش واخدة بالها الوقت هاخد بالنقطة دي يا دكتور فاكر ساعة ما كنا اشتراكات منتخبات أفريقيا في كأس العالم كان يطلقي اعتقد كان اتنين بس من أفريقيا كان واحد كان واحدة ما كان وستاشر بالضبط لكن كمان النادي الأهلي النادي بيمثل القرى الأفريقية بيحصل على البرونزية لمرتين في تاريخه ده كمان بيدي ويدي فرص ان كمان على مستوى النظام الجديد ان يكون عدد أكتر من أفريقيا اه ما هو حيبقى ازاي في ناس لسه مش عارفة لغير دولتي من 24 دولة هتوزعوا ازاي قلنا النظام الجديد اتصور حقيقة تمانية من أوروبا تمانية من أوروبا وستة من أمريكا الجنوبية يبقى كم كده يبقى 14 تلاتة أفريقيا تلاتة أسيا تلاتة كونكاكاف اللي هو أمريكا الشمالية يبقى 29 و24 يبقى كم التسعة و14 23 وبطل الأوكيانوس واحد بس دي انا بقولك من دلوقتي قبل ما لسه خيال لسه هتعمل مشكلة وفي أفريقيا بالزاد عارف ليه أول مرة احنا كسل عالم الاندية أول سنة السنة دي 2021 هنلعب اتنين كسل عالم الاندية اللي خلصت دي في فبراير وفي ديسمبر في اليابان واحدة تانية اللي هيشارك فيها بطل دوري أبطال أفريقيا اللي الآن اللي هيبدأ لسه مشواره بكرة مع المريخ في المجموعات في النسخة الحالية نين كسل عالم في سنة واحدة هتعمل في سنة واحدة فبطل دي هيلعب بعد 2021 أول بطولة من المفروض اللي بعدها بقى تبقى 2022 في ديسمبر لا مش هتتلعب هتتلعب في صيف 2023 ما لم يتأثر الأجواء بالكورونا تاني ويبقى دا تأدل دا بالنظام الجديد يعني 23 2023 النظام الجديد طيب أما تيجي تلعب بطل أما تيجي في 2023 دي هتقول إيه بطل 2022 وعندك مقعدين تانيين تلعب مين غالبا مثلا تلعب الاتنين اللي يوصلوا نهائي وتلعب بطل الكون فيدرالية مثلا يعني دا مثلا على فكرة الفيفا إدى لكل قرر أحقية اختيار يعني الاتحاد الأفريقية هولا هيقرر هو القرر طبعا بطل أفريقيا دا نمر واحد طب أكيد دا بطل دولي لكن الاتنين التانيين الاتنين دا دول اللي هما يحتاج طب حوالك بقى مشكلة انت المفروض النظام الجديد بو 24 نادي دا المفروض الاتحاد الدولي حطوا كل 4 سنين مش زي كل سنة زي دلوقتي كل 4 سنين نظام كاس العلم هتعملها في الصف هتعملها كل سنة في الصف يعني هتبقى كل 4 سنين زي كاس العلم للكبار كده بس في السنوات الفردية عشان ما تتعارضش مع كاس العلم ولا تتعارض مع كاس الأمم الأوروبية هما دول اللي يموم تتعارض مع أفريقيا مش مشكلة أو الأولمبيات برضو لا بس هي هتعمل كل 4 سنين طيب أما تيجي انت في 2023 تعملها وتيجي تعملها في 2027 ما انت بيفترض انك هتاخد الأبطال اللي فازوا هتاخد بطل بس طب انت هيبقى عندك 3 مقاعد وعندك 4 أبطال في 4 سنين مش كل 4 سنين عندك 4 أبطال يعني يعني انت لقبت في 2027 خلاص هو أكيد هياخد البطل بتاع النسخة اللي قبل 27 بس حتيجي تقول لك الله شمعنا وحيبتدي بقى تعفى أفريق شمعنا بس عندنا شمعنا كتير اوه شمعنا وشمعنا خط دوت طب أنا كنت بطل في ألف يعني هتاخد مثلا أبطال الثلاث سنين الأخيرة أوروبا مرتاحة معهم قوي عارف ليه عملوا ايه قال لك أنا عندي 8 حلوة هم من بيعترفوش قوي باليوروبا ليج دي عندهم الشامبيونز ليج دي هيا دي طبعا مراح قال لك أنا حاخد الثمانية بتوعي والوصيف أربع أبطال في الأربع سنين واربع وصيف خلصا الاتنين اللي وصلوا نهائي الاتنين اللي وصلوا نهائي في الأربع سنين احنا عندنا في أفريقيا هيبقى سائط عندك بطل يعني مثلا حتى لو خدت مثلا على سبيل المثال هتاخد زي أوروبا فهتاخد الوصيف البطل والوصيف بس يبقى عندك واحد سائط لسه لا لانت عندك تلات من أفريقيا يبقى في سنة نقصة في سنة نقصة هم عندهم كل سنة البطل رايح والوصيف كمان لكن أنا عندي تلاتة بس في الأربع سنين طب حيروحوا مين هتقولك بقى يعني في بطل بطل لأفريقيا بطل دوري أبطال أفريقيا هيكون موجود لو البطول انتزم عند 2023 وعند 2027 وعند 2031 وهكذا هيكون بطل لأفريقيا خادت كاس ورفع وكل حاجة ومبالعرفش في كسران لندين هتقوليش معنى طب بالتأكيد هتقوليش معنى أيا كان هو البطل مين هيقولكش معنى دوت ومش عارف ايه ويقولك الاتحاد الأفريقي ده ظالم هي الموضوع ايه أنا بقولك دي ومحدش أبدا فكر فيها هيتوزعه ازاي المقاعي بس لما اجيلك بتاعة 2023 دي هتبقى سهل ليه لأنك انت البطل السنة دي هيلعب آخر السنة بطل دوري أبطال أفريقيا اللي جاي اللي هو هيخلص ما فيهوش كس عالم يعني انت اللي هوت ان شاء الله بإذن الله الأهل يأخذ العشرة ويمثلنا في ديسمبر السنة دي لو فاز يمثلك في ديسمبر نتكلم بقى على 23 23 بقى تيجي ايه بطل 22 بطل اللي هو يخلص في 2022 ده ما فيش كس عالم هيجي 2023 ده أما تيجي تتعمل في الصيف هكون في بطل تاني فأنت هيبقى عندك بطل وبطل دي المرة الأولانية بتاع 22 بقى ما لهوش حزم وخلاص ما عندهوش كس عالم يعني يعمل ايه بيش هل يعمل له كس عالم